ليفربول أعلن كمان نهاردة ان الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد ومدرب فاينرد السابق هيكون هو خليفة يورجان كلوب تعالى أقولك معلومات عنه شوية عشان هو مش مدرب طبعا من الأسماء الكبيرة في العالم يعني وإن كان في الفترة الأخيرة بيعمل إنجازات يعني حلوة أقولك ليه كمان اختاروا ليفربول خلفا ليورجان كلوب هو مدرب هولندي ولد في 17 سبتمبر 1978 عنده 46 سنة لعب في الدول الهولندي فقط لعندية زفولة ونكبريدا وسبارتا روتردام واعتزل اللعب في 2013 كان عنده بعض الإصابات خلال مسيرته وبدأ مسيرته التدريبية كمساعدة مدرب عام 2014 لفريق زفولة ثم تولى تدريب نادي كمبيور عام 2016 بعدها تولى قياد نادي القمار عام 2018 ثم تولى تدريب فريق فاينورد الهولندي من 2021 وقادوا للتآهل إلى نهاية دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم الأول ليه مع فريق القمار كان متصدر لجدول ترتيب الدول الهولندي ب25 نقطة ومتساويا مع آيكس قبل إلغاء المسابقة بسبب جائحة كورونا ثم غادر النادي في ديسمبر 2020 بعدها وكانت محطته الأبرز في فاينورد قاد الفريق إلى نهاية دوري المؤتمر الأوروبي خلال موسمه الأول ثم توج بالدوري الهولندي في 2022-2023 وبلغ نصف نهاية كأس هولندا وربع نهاية الدوري الأوروبي وفي الموسم الحالي قاد الفريق للقب كأس هولندا على حساب ني سي نيمجان لكنه خسر الدوري على يد اندهوفن أنشأ شركة لبيع شراط الكابتن مع شقيكو وجاكو أثناء عمله كمدرب لفريق الشباب في فريق زفولو وبعدها قام ببناء مكتبة إعلامية لكرة قدم تحتوي على وثائق وصور عنده عمل خاص يعني يحب طريقة لعب الإسباني بيب جارديولا حيصابك وقال لا أحب المقارنة مع بيب لكننا نتشارك في أننا نعشق الاستحواز على الكرة ومن أهم الأمور اللي دفعت إدارة ليفربول للتعاقد مع أصلاته هو انتهاجه طريقة لعب شبيهة بأسلوب يورجان كلوب إلى جانب كونه صاحب سجل حافل في تطوير المواهب الشابة يورجان كلوب قال عنه أنه هيحصل على أفضل وظيفة في العالم وأفضل نادي في العالم إذا تم تعيينه خلفا له بص هتسألني أقول لك ريسك فيها ريسك بصراحة من ليفربول ياما ريسك يعني ينجح نجاح باهر ياما ريسك هيودي ليفربول لسنوات الظلام مرة أخرى ريسك ريسك كبير مدرب ما خرجش من هولندا لا لاعب ولا مدرب تحطه في النار على طول تحطه في الدولة الإنجليزية تحطه مع فريق كبير زي ليفربول ريسك كبير مخاطرة كبيرة جدا الله أعلم اللي ممكن يحصل فيها خلونا نشوف الفترة اللي جاية طيب